العين باليد الملوثة قد تنقل العديد من الفيروسات وآخرها كورونا والذي أثبتت الدراسات أنه من الممكن أن ينسقل من خلال العين فما هي التدبير الوقائية والتوصيات الواجب اتباعها لحماية العين خصوصا في زمن كورونا للمزيد ينضم إلينا من جدة دكتور أحمد البطل استشاري الطب وجراحة العيون صباح الخير دكتور أحمد خلينا بداية نبدأ معك مع هذا السؤال اللي هي ما هي الحالات اللي يجب أن الواحد يروح على الدكتور لكشف العيون وكمان إيش الحالات اللي ممكن واحد مثلا يداويها في البيت صباح الخير صباح العربية وسحيط يمن باللقاء اسمحوا لي أول شيء معلش أوجه تحية إكبار وإجلال لزملائنا من أطباء وفنيين وممرضين المرابطين على الثغور وفي الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الوباء وهذه الجائحة بالنسبة للسؤال طبعا صار معلوم أن أحد وسائل الانتقال هذا الفيروس هي العين بالإضافة إلى الأنف والفم العين الانتقال هذا الفيروس عن طريق العين عن طريق طبعا وجود الرذاذ الذي يستقر ويهبط إلى سطح العين ومنها تكون العين أحد وسائل الانتقال الدراسات الأخيرة أثبتت بأنه أو أشارت سواء دراسات من أمريكا أو إيطاليا أو الصين أثبت بأن فيروس كورونا يصيب العين لكن لا داع للقلق لأنها تشكل فقط نسبة واحد في المئة من الناس الذين أصيبوا بفيروس كورونا طبعا الهيئات العلمية صار معلوم بأنه أوصت بتوقف عن إجراء الفحوصات وزيارة العيادات للأمور الروتينية والفحص الروتيني المجدول لكن هناك حالات حقيقة قد لا تنتظر وتكون مستعجلة بالنسبة لصحة العين ومن أهم هذه الحالات مثلا أنا ممكن أعدد خمس حالات مهمة مرضى الاعتلال الشبكي السكري الذي يحتاجه بشكل مستمر للحقن مساعدة وعلاد العين ومن اعتدهوا للحالم هذه حالة مرضى الاعتلال الشبكي باللطخة الصفراء أو اعتلال الشبكي الشيخي أيضا يحتاجون إلى حقن متكررة هذه النوعين من المرضى حقيقة حتى قبل الذهاب لأنه بيكونوا أصلا كبار في العمر قبل الذهاب إلى العيادات يفضل استشارة طبيبهم الخاص للتأكد من أنه هل يمكن جدولة إعادة جدولة المواعيد حتى لا يتعرضوا ويعرضوا أنفسهم للا سمح الله الإصابة بفيروس كورونا أو العدوى طيب دكتور الأمر الثالث حقيقة المستعجل اللي ينبغي واحد ما يأخره بزيارة طبيب العيون هو الشعور بفقدان بصر حاد أو مفاجئ أو ظهور بعض الفلاشات أو الشوائب داخل العين لم يكن متعودا عليها قد تنذل بمشاكل العين يجب التوجه أيضا إلى الطبيب مع أخذ الاحتياطات اللازمة إصابة العين حتى لو كانت بسيطة في هذا الوقت أيضا لازم التوجه إلى طبيب العيون أو في عرض مهم جدا هو حقيقة شعور في ألم أو صداع ألم في العين أو صداع بالتحديد أو بالذات إذا كانوا يصاحبوا إحساس بالتقيوء عزكم والله دكتور بما أننا في حصل الربيع في نوع من الحساسية قد يصاب به بعض المرضى ويحدث تهيج في العين كيف تختلف هذه الأعراض وما هي النصائح التي تقدمها لهم في الوقت الحالي؟ طبعا الآن نحن في موسم الربيع تكثر عملية حكة العين والحساسية بتزيد جفاف العين بزيد المشكلة بهذا الوقت نصائحنا أو نصيحة ذهبية هي عدم ملامسة العين أو عدم ملامسة الوجه بشكل عام المرضى الحساسية نصيحتي لهم أول شيء يعني الابتعاد عن مسببات ومهيجات الحساسية حتى لا يتتهيج العين وبالتالي يضطروا إلى حك العين وهذه الملامسة طبعا لا سمح الله لو كان في أي فيروس فتحدد أو تقلل من انتقال الفيروس من شخص لآخر المداومة على استخدام القطرات وأخذ الحيطة والحذر قبل استخدام القطرة غسل اليد بالماء والصابون وبعد استخدام القطرة أيضا غسل اليد بالماء والصابون مرضى الجفاف في مروة برضو أنصحهم هذه الأيام بزيادة المعدل الطبيعي أو العادي اللي كانوا متعودين عليه باستخدام قطرات المرطبة أيضا حتى نقلل من تهيج العين ونقلل من ملامسة العين أو ملامسة اليد للعين وبالتالي تقليل من انتشار الفيروس لا سمح الله أنا شايف معك على الصورة بالشاشة قطرة أنا بودي والله إذا في مجال أقدم نصيحة على الهواء بكيفية استخدام القطرات هذه الأيام لأنه فعلا جدا مهم عدم ملامسة اليد لسطح العين يعني الآن كلنا عندنا طبعا غلافزات بالبيت قبل استخدام القطرة سواء بيستخدمها مرة أو مرة ثين أو ثلاثة بنلبس قفاز بنلبس قفاز حتى نتقع معقم طبعا وبناخد القطرة بناخد القطرة مثلا أنا باستخدم الآن القطرة اللي هي أحادية الاستخدام مرة واحدة تستخدم أو حتى القطرة العالية كيفية من الناس بيتمدعيها نعم هذه قطرة مثلا مرطبة أو موجودة الحساسية فإحنا الآن بنستخدم واحدة من اليد مثلا إبهام اليد اليسرى تفتح الجفن تكون البوكت أو الجيب اللي بالجفن اللي راح تسقط فيه القطرة بنستخدم اليد ما أدري إذا باين بالشاشة بنستخدم اليد نفسها اليسار كسند للعين اليمين أوكي وبنحط القطرة بدون ملامسة سطح العين وبالتالي فوهت القطرة ما لمست العين وكل شيء معقم بنشيل الجلافز بعدها بنغسل يدينا بالماء والصابون وكذا بنكون حطينا القطرات بشكل آمن وصحي وكامل الوقاية طيب دكتور مع التحذيرات كورونا طبعا مع لمس الأعيون وطبعا عشان الواحد ما يحط أي مثلا فيروسات أو جراثيم داخل العين هل تنصح للذين يرتدون العدسات اللاسقة أنهم يحولوا للنظارات الطبية؟ هل ممكن مثلا تشكل مثل حماية أو حاجز عشان مثلا لا يوجد أي رذاذ يدخل داخل العين؟ نصيحتي للمتعودين على ارتداء العدسات اللاسقة الناس الذين يلبسوا عدسات اللاسقة هم أكثر الناس عرضة أو أكثر الناس ملامسا لأعينهم لأنه بيحط العدسة وبيشيلها بلامس سطح العين بلامس الملتحمة العين اللي هي أصلا بتكون بهذه الأوبئة هي مستودع أو خزان الفيروسات اللي ممكن لا سمح الله تنتقل من العين إلى غير فأنا نصيحتي للمرتدين العدسات التقليل أو العدول عن استخدام العدسات قدر الإمكان هذه الأيام واستبدالها بالنظارات الطبية اللي ممكن تشكل حاجز حقيقة للوقاية العين من الرذاذ المتطاير ولو أنه مش حاجز كامل أو مطلق لكن بيخفف بشكل كبير من وجود دخول الفيروس إلى العين في حال اضطر الإنسان لاستخدام العدسات اللاسقة مثلا عنده قصر نظر شديد نظارة سميكة لا يستطيع ارتداء النظارة فنصيحتي مرة تانية أنه يلبس العدسات ويأخذ الاحتياطه بشكل كبير يغسل يديه بالماء والصابون ويعقم العدسات والمحلول وأن لا يبات أو ينام وهو مرتدي العدسات دكتور بعض الاستفسارات والأسئلة من المشاهدين بشكل عام على تويتر دعنا نتابع هذه الأسئلة دكتور من أكثر عرضة لفيروس كورونا أصحاب العدسات أم النظارات الطبية يعني للتو إحنا بكنا بنتكلم عن هذا الموضوع نعم مرتدي عدسات اللاصقة بيرتدوها هم أكثر عرضة بالتأكيد جميل دكتور في سؤال آخر هل إحمرار العين وكثرة الدموع لها علاقة بفيروس كورونا فيروس كورونا أثبتت الأبحاث بأنه وجد فيروس كورونا بالدموع داخل العين الفيروس نفسه هو بيسبب التهاب في ملتحمة العين الخطر ليس بالتأثير الفيروس على العين بشكل مباشر الخطر هو بأن العين أن تتحول إلى وسيلة لانتقال هذا المرض عن طريق احتكاك الإنسان أو حكه لعينه ودعكه لعينه وبالتالي يلمس الأسطح الأخرى وتتقل هكذا الفيروس من إنسان لآخر فنعم الدموع وكثرة الدموع من أهم وسائل انتشار الفيروس طيب استفسار آخر دكتور ما دعا أسأل عن حساسية العيون وحمرار العينين كيف الحل معه في فترة الصيام فترة الصيام طبعا يعني في أجمع العلماء والدور الإفتاء بأنه قطرة العين لا تفطر فبالتالي أثناء الصيام ما في أي مانع يستخدم قطرات العين للتقليد من الحساسية مع أخذ الاحتياط طبعا زي ما تكلمنا من شوي بأنه يتأكد من تعقيم اليد بالماء والصابون قبل استخدام القطرة وأهم شيء الوقاية طبعا بموسم الربيع الآن بتزيد الحساسية الوقاية قدر الإمكان من الأمور التي تهيج العين وبالتالي يعني بتخفى الحساسية واستخدم قطرات الأنتيهيستامية سواء الموضعية أو أحيانا بنضطر لاستخدام الحبوب أو الشراب عندنا آخر سؤال هل العين قابلة لنقل كورونا الحلقة كلها طبعا نحن نتكلم عن الموضوع دي نعم العين من أحدى الوسائل الثلاثة لانتقال فيروس كورونا من خلال استقرار الفيروس بداخل العين لكن حقيقة هذا حدث بواحد كمية فقط من الناس المصابين بكورونا لكن في شيء مهم في أحدى الدراسات الآن أثبتته بأنه في حال تواجد فيروس كورونا داخل العين فإنه ممكن يستمر بالتواجد داخل العين لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع بعد ظهور الأعراض وهذا جدا مهم لأنه للتوخي الحذر والوقاية قدر الإمكان من عدم ملامسة العين أنا عارف أنها لكن نحاول قدر الإمكان أن نخفف من ملامسة العين والوجه شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد البطال كنت معنا من جدة استشارة طبو جراحة العين ونشوفها قريبا إن شاء الله دكتور مع المزيد من المواضيع شكرا جزيلا لك